يعني دخول المدارس بيجي معا كده ايه شوية حاجات زمان يمكن انا فاكرة في ايام المدرسة واكيد ده لسه موجود لغاية دلوقتي فيه حاجات كده مهمة ما ينفعش ان احنا نتخطاها زي ان احنا لازم نحضر ساعة 8 الصبح نحضر الطبور الصبح نحي العالم ندخل الحصة في وقتنا الكلام ده كله طيب وزارة التربية والتعليم اعلنت التعليم الفني اعلنت تفاصيل لقاحة الانضباط المدرسي للسنة الدراسية الجديدة وللا خلاص هتبتدي ان شاء الله يوم 21 سبتمبر اللقاحة دي بتحدد حقوق واجبات الطلاب واولياء الامور وكمان مسئوليات وصلاحيات العاملين في المدرسة يا شازلي صحيح طبعا عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن هذا الموضوع بشكل وافي معنا الدكتور عاصم حجازي استاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة دكتور صباح الخير فان صباح الخير يا استاذ محمد وستاذة بسانت وكل استاذة المشاهدي اهلا بك فاند اذا بنقول لايحة انضباط جديدة في العام الدراسي الجديد بتشمل طلاب حقوق واجبات واولياء الامور والمعلمين لو حضرتك تكلمنا عنها بالتفصيل طبعا مبدئيا اللقاحة الجديدة تم ادخال تعديلات عليها طبعا كان موجود قبل كده لائحة الانضباط المدرسي لكن الجديد في اللقاحة انه حتى من اسمها بقى اسمها لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي يعني معنى كده ان مش بنركز بس على ان احنا نعالج السلوكيات السلبية اللي ممكن تهدد البيئة التربوية وتخليها بيئة غير امنة تربويا واتعطل مسيرة العملية التعليمية فيها او تقلل من جفاقتها لا فيه كمان اهتمام بالتحفيز وجذب الطلاب للمدرسة وانه السلوكيات الايجابية ندعمها مش بس نوقف السلوكيات السلبية او نحاربها وانما ايضا دعم النواحي الايجابية عند الطلاب طبعا الهدف الاساسي من لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي انه السلوكيات الايجابية تعززها ونحد من السلوكيات السلبية ونوفر اساليب تربوية جيدة ومناسبة لاتعامل مع الطلاب وفقا للأسس التربوية والعلمية الصحيحة وانه يكون كمان فيه اساليب علمية بنستخدمها لحل المشكلات اللي ممكن تنشأ بين الطلاب بعضهم البعض او بينهم وبين المعلمين حيحة الانضباط المدرسي بتمظم العلاقات داخل المدرسة سواء بين الطلاب بعضهم البعض او بينهم وبين المعلمين او بين المعلمين او ادارة المدرسة عموما وبين اولياء الامور عملية التنظيم دي مهمة جدا علشان زي ما حضرتك تفضلت واشرت كل واحد في المدرسة او كل عضو في المدرسة يبقى عارف حقوقه وعارف واجباته وعارف حدود التعامل بتاعته عاملة ازاي عايزين الكلام عن حقوق بقى واجبات الطلبة الاول خلييني اقول انه احنا عايزين نحد من السلوكيات السلبية اللي ممكن البعض يبقى فيه استهتار شوية سواء بزي المدرسة او الحضور في الوقت او حتى الكلام مع المدرسين ساعة كثيرة بنلاقي تجاوزات من الطلبة تجاهه في حق المدرسين يعني ايه الحاجات او ايه المستويات خلييني اقول ان انا النهاردة دي مستويات الانضباط لده الطلاب او هي دي القوانين الجديدة اه القرار يا فاند موضح انه او قسم المخالفات السلوكية الاربع مستويات لا ومش كل المستويات بتواجه بنفس العقوبات يعني ففي عندنا المستوى مثلا البسيط ان الطالب مثلا ما يشاركش في الطبور بتاع المدرسة او ييجي متأخر عن الحصة او ما يلتزمش بالزي المدرسي فدي بنسميها الدرجة الاولى او الدرجة البسيطة او المخالفات البسيطة في عندنا المخالفات متوسطة الخطورة زي ان الطالب يغيب اصلا عن المدرسة او ما يجيش بدون عذر مقبول او انه هو يدخل او يخرج من الفصل اثناء الحصة اه بدون استئذان مثلا او اه انه ما يشاركش في الانشطة والفعاليات اللي المدرسة بتقيمها فده بنسميها برضو مخالفات من الدرجة الثانية او متوسطة الخطورة فدي عندنا المخالفات من الدرجة الثالثة او المخالفات الخطيرة اه اللي بتشمل بقى التنمر بقى بجميع انواعه واشكاله المختلفة خلوة جدا واللي منها الغش والشروع في الغش ودي طبعا من المشاكل اللي بتصنف بان هي خطيرة وفقا للاقاحة الانضباط المدرسي الجديدة فدي عندنا بقى طبعا شديدة الخطورة دي بقى اللي بيبقى فيها يعني شق جنائي بقى انه حد مثلا يضرب زميله بطريقة مخزية مثلا ودي بقى فيها تدخل جنائي وقانوني خارج اطار المدرسة كمان طب احنا كل درجة بيترتب عليها ايه يعني اللي بيخالف ما بيجيش الطبور بيحضر متأخر بزيل مدرسي بيخالفه ده بيترتب عليه ايه والتانية والتالتة والربعة العقوبات بقى فاندي العقوبات بتبقى متدردة وكمان مش صلاحيات العقوبات مش مطروكة كلها للمعلم في عقوبات بيطبقها المعلم او المشرف وفي عقوبات اللي بتبقى اصعب شوية بيطبقها مدرسة واللي بتبقى اصعب كمان بتطبقها لجنة الحماية المدرسية اللي بتبدأ بقى العقوبات من التنبيه الشفوي اولا يعني حسب برضو درجة الخطورة للمخالفة وتكرارها يعني إذا تكررت المخالفة بتكون العقوبة أشد فبتبدأ بالتنبيه الشفوي ثم التنبيه الكتابي وإن إحنا نكلف الطالب بأنه هو يقوم بأداء مهام مدرسية إضافية بعد انتهاء يوم الدراسي أو أنه هو يقوم بأداء مهام وأعمال أخرى يكلف بها كنوع من الإلزام يعني علشان أنه هو قام بعمل سلوك خاطئ وفيه منها خصم درجات من العقوبات خصم درجات طبعا من الطالب بعض أو كل الدرجات في مادة أو أكتر وفيه إن إحنا نحول الطالب بقى للأخصاء الاجتماعي وإن إحنا نستدعي ولي الأمر وفيه فصل مؤقت من المدرسة لمدة أسبوع وفيه لمدة أسبوعين وفيه لحد نهاية الفصل الدراسي كاملا يعني فيه فصل لحد نهاية الفصل الدراسي وفيه فصل لمدة عام دراسي وفيه إنه هو ينقل من المدرسة يعني العقوبات متدرجة بتبدأ زي ما قلنا كده حسب الدرجات تنبيه الشفاء وتنتهي بالنقل تماما من المدرسة وتحويل طالب لنظام الدراسة من الخارج الدكتور قلنا فيه حقوق وفيه واجبات إحنا تكلمنا في الواجبات طيب الطالب هيحصل على إيه بقى مقابل الالتزام بكل هذه الواجبات أول حاجة طبعا أنه لازم يبقى عارف تفاصيل لائحة الانضباط المدرسي ويحق له أنه يحصل على نسخة إلكترونية أو ورقية من هذه اللائحة الحق الأساسي للطالب أنه يتعلم في بيئة آمنة وأنه كمان يتلقى الإرشادات والتوجيهات والمصائح اللي تساعده على أنه ينمو شخصيا واجتماعيا وأكاديميا ومهنيا بشكل طربوي سليم التحفيز اللي المدرسة بتقدمه للطالب بيبقى من خلال الأنشطة ومن خلال تقديم التعليم جيد ومن خلال التعاون التام من قبل السادة المعلمين في توصيل المعلومة للطالب وأنه من حق الطالب أنه يسأل وأنه يجاب على أسئلته بطريقة تناسب قدراته وأنه يتعلم بشكل جيد وأنه يكون فيه شفافية وأنه يكون فيه موضوعية في التقييم كل هذه الحقوق بتضمنها وزارة الترجمة التعليم من خلال أنشطة متعددة بتقوم بيها داخل المدرسة وزي ما فيه يعني عقوبات للطالب اللي هو بيحصل منه أو بيسطر منه سلوكيات سلبية كذلك فيه للمعلم اللي بيتقاعس عن أداء دوره أو أنه ما بيتعاونش مع الطلاب أو ما بيتعاونش معلومة بشكل تربار السليل أنا بس عايزة دكتور عاصم عايزة أقف عند نقطة مهمة أوي حدا تكلمت عنها وهي التنمر وخلينا تكلم عن مش الغش أو خلافه لكن عايزة تكلم عن التنمر مع الطلاب في بعض المراحل خلينا أقول الأخيرة من المدارس الولاد بيبقوا شوية بيهضروا مع بعض يزارة إيل ممكن يؤدي إلى العنف فالنهار ده العقوبة يمكن الجنائية أنا كطالب أو كولية أمر عايزة أتأكد أن ابني في أمان وأنه راح المدرسة فعلا في بيئة أمانة زي ما حضرتك قلت العقوبة اللي بتقع النهار ده بقى الجنائية أنا كولية أمر لو ابني تعرض لده أعمل إيه أقدر أعمل إيه طبعا موضوع التنمر كمان موضوع شائك قوي وأنه طبعا لما بيحصل في إطار المدرسة خلينا نقول أنه إيه اللي بيخلي فيه تنمر فيه مشكلات في الأسرة فيه مشكلات في المدرسة ممكن تؤدي إلى حدوث التنمر بين الطلاب اللقيحة الإنضلاط المدرسي أعطت أهمية كبرى للأخصاء الاجتماعي والدور اللي بيقوم بالأخصاء الاجتماعي والنفسي في العملية التربوية لابد طبعا من تعاون أولياء الأمور مع المدرسة ومع الأخصاء الاجتماعي والأخصاء النفسي لمعرفة الأسباب المؤدية لهذا السلوكس إحنا زي ما قلنا أنه فيه عقوبات على الطالب اللي بيصدر منه سلوك سلبي فيه أيضا إجراءات تربوية تتخذ مع هذا الطالب علشان تقويم هذا السلوك إحنا بس مش بنعقبه على السلوك اللي بيعمله ولكن أيضا إحنا بنقوم هذا السلوك لأنه في الأول وفي الآخر ده طفل أو طالب المفروض أن المدرسة بتقويم سلوكه بشكل تربوي وضحي دكتور عاصم بنشكرك دكتور عاصم حجيزي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة المترجم للقناة